بس بسرعة كده هو احنا هنختار رئيسنا الجايزة زيه هنختاره بالتفويد هنختاره بفكرة تمرد فكرة تمرد كانت فكرة ثورة على نظام فجمع التوقعات وكان لازم تنزل للشعب فكرة معقولة هل دولة ديمقراطية هتختار رئيسها بالتوقعات من شوية لسه حالا جابت تفويد السيسي رئيسا ده معنى اكثر من سبعة ملايين توقيع من عشرين محافظة وفيه كم الجميلة 16 مليون ومش عارف كام عشرة ملايين انت بتجيبه الملايين دي منين ثانيا اه الفريق السيسي الناس بتحبه بس الفريق السيسي الناس الانتخابات هيدخل الانتخابات بالطريق الشرعي للانتخابات احنا عايزين نقول ايه بدا احنا ليه بنمسخ حاجة عملناها اسمها تمرد وجمع التوقعات من الناس الفريق السيسي عنده شعبية كبيرة عنده شعبية كبيرة محدش هيقدر يشكل فيه اذا نزل الانتخابات فرصه اعظم فرصه اكبر من غيره فرصه اكبر من غيره لكن بالمصار الديمقراطي مصار الانتخابات احنا حننتخب وحنبتدي نناقش الفريق السيسي كرجل سياسة لما يقول انا قلعت البدلة الميري ونازل مرشح الانتخابات الرئاسة نسأله عن برنامجه وطريقة تفكيره وحجم الديمقراطيات والحريات اللي حيرعاها شكل الحكومة اللي بيسعى اليها مخططه خلال اربع سنوات اسئلة كتيرة من اللي بنسألها لأي حد بيرشح نفسه وهو على مقعد وزير الدفاع والانتاج الحربي ونائب رئيس الوزراء له وظيفة ومهمة عظيمة بيقوم بها دلوقتي فكرة التوقعات الكتير من اكتر من جهة وبنسمع ملايين انا اعتقد ان انتو بتسيقوا للفريق السيسي في موقعه كوزير الدفاع شايف ان ليس لها محل من الاعراب في بلد بتكلم عن دستور في بلد لسه عندها انتخابات برلمانية اه يجب ان نتحدث في الرئاسة لو الفريق السيسي ناوي يترشح يقول لنا انا ناوي اترشح وساعتها حنتناقش مناقشة تانية خالص خالص بس مش بالتفويض ومش بالتوقيع لما طلب تفويض مزول الشارع لمقاومة الارهاب المعنى مختلف هو اللي كان موجه الرسالة فترد عليه فورا لما ناس من نفسها تتبرع وتبتدي اكتر من جهة كل جهة تقول لك انا عندي ملايين عندي ملايين عندي ملايين انتو بتسيقوا للبلد في هذه المرحلة مع كامل احترامي ليكو وحسن نواياكو ومش هشكك في الارقام اللي انتو جايبين خالص لا املك ما عنديش آلية وانتو حتى الان لم تزيروه آلية تقولوا الملايين دي ولكن ما هو الهدف من ده انكو تقولوا الناس بتحبه ولا انتو تقولوا هيجي غصب عنه وهل ده اللي هيجيبه مش عارف